أهلا بكم يا برج الدلو في القراءة العامة لسنة 2020 هنعمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله قراءة عامة عن السنة كلها طبعا زي ما انتوا عارفين من الصعب أن أنا أسحب طاقة سنة كاملة لأن الطاقة دايما متغيرة ومتجددة باستمرار فأنا هسحب طاقة السنة بشكل عام بحيث أن احنا نعرف إن شاء الله السنة دي هيكون أخبارها إيه معاكم لكن انت برضو تقدر إن ان شاء الله طول السنة تتابع معنا الأبراج الشهرية والأبراج النصف شهرية اللي احنا بنعملها مع بعض إن شاء الله فأتمنى طبعا إن القراءة تعجبكم فطبعا يا برج الدلو لو حضرتك كنت أول مرة بتشوف الفيديو أتمنى أن انت تدعمنا بلايك لأن اللايك مهم جدا لدعم القناة كمان لو حضرتك كنت جديد وأول مرة بتشوف القناة يشرفني طبعا انضمامك لأسرة القناة بإنك تعمل سبسكرايب كمان اللي ليه أي أسئلة أو أي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل الموجودة فخلونا نبدأ مع بعض إن شاء الله برج الدلو 2020 طبعا يا برج الدلو التوقعات دي شمله عاطفة عمل وصحة حسنا هنا العاطفة حسنا وهنا العمل حسنا 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 وهنا الصحة الطاقة العامة بتاعتكم يا برج الدلو هي الفايروف كابس أنا شايف إن انتو في عندوكم طاقة ندم طاقة زعل طاقة حزن آه غالبا انت والشخص ده يعني مبتعدين ممكن تكون انت اللي مبتعد على فكرة وانت اللي قررت الانفصال احتمال آه لكن أنا شايف إن الشخص ده برضو زعلان منك قوي لأن ممكن يكون شايف إن انت نهيت الموضوع على فجأة وشايف إن انت حكمت عليه بسرعة حتى لو ما كنتش انت اللي نهيت الموضوع وهو ميشي فأنا شايف إن هو ميشي بسبب كلام مثلا انت قلته له والكلام ده هو شايف إن انت يعني ظلمه وهو زعلان منك قوي على العموم برضو خلينا نشوف ده انتو الاتنين على فكرة زعلانين قوي وممكن كمان تكونوا متزوجين وبتفكروا في طلاق ممكن أو ممكن يكون تم الطلاق كمان بالفعل خليني برضو أخد لكم كروة الملايكة هنا الملايكة بتقول لك مش هو ده الوقت المناسب فلو انت بتفكر مثلا ان انت تروح تكلم الشخص ده أو تتفاهمه أو كده لأن انت حاسس برضو ان الشخص ده فرصة ضاعت من إيدك ومش عاوز يمكن ان انت تطيره من حياتك يعني ممكن تكون انت بتفكر تروح تكلمه ولا حاجة فالملايكة بتقول لك مش هو ده الوقت المناسب هنا بيقول لك ان انت الطاقة بتاعتك أقوى من أي كلام انت ممكن تتكلمه فغالبا يعني انت محتاج ان انت تتعبر للشخص ده من خلال الطاقة أو من خلال التخاطر ما تروحش تكلمه كلام فعلي لأن مش هو ده الوقت المناسب الوقت ده مناسب فقط للتخاطر والتواصل الروحي فحاول ان انت تعمل كده ما تروحش تكلمه فعليا لو انت بتفكر في الموضوع لأن انا شايف ان انت برضو مفتقد الشخص ده قوي وحزين قوي على فراؤه وحاسس ان هو فرصة ضوعت من ايدك وان انت مش هتقدر تكتذبه لحياتك مرة تانية شايف ان هو الشخص وان هو الزوج المناسب ممكن يكون الشخص ده اكبر منك في السن ممكن يبقى معلم ممكن يبقى حد مشهور ممكن برضو يكون الشخص ده في فروق كبيرة ما بينكم مش بس فروق في السن ممكن فروق بلدان فروق ثقافات احتمال برضو لكن انت متمسك بالشخص ده قوي وزعلان قوي ونفسك ان انت تروح تكلمه الشخص ده ممكن برضو يكون تنج بعض الشيء خصوصا لو كنت انت رجل وهي امرأة احتمال تكون هي امرأة وهي اكبر منك احتمال لمجموعة منكم ممكن تكون شايفة نفسها شوية او شايف نفسه شوية هو شخص كريم وكل حاجة وناجح ووصل لمنصب عالي وغني وكل الحاجات دي وربنا امبرك له قوي لكن هو يمكن بيتمك عليك شوية بس على فكرة هو الشخص ده عاوز يقرب وجهات النظر وهو بس ازعلان منك يعني بس هو يمكن متغاز شوية لو انت روحت تكلمته دلوقتي هو لسه النار جوا يعني فالنار دي هتحرقك مثلا لو رحت له فعلشان كده الملايكة بتقول لك استنى لما يهدى حاول ان انت تتواصل بس معي بالروح التواصل ده هو اللي هيخليه يهدى وبعد كده ان شاء الله هيكون فيه فرصة لتقارب وجهات النظر يعني ده انتو الاثنين شكلكم زعلتوا بعض جامد قوي وزعلانين جامد قوي من بعض لكن انتو متواصلين على فكرة مع بعض اه ده انتو محتاجين ان انتو تعملوا شفاء من الواضح ان انتو الاثنين مجروحين نفس الجرح انتو توقم شو علا ولا ايه انيوي يعني هو ان شاء الله العلاقة دي هتأخد خطوة للامام بس مش دلوقتي لما تعملوا هيلنج احتمال يكون في النص التاني من السنة اه حاولوا ان انتو الفترة دي بس ان انتو تعملوا شفاء لان انتو الاثنين زعلانين قوي وتواصلوا بس من خلال التواصل للروحي يعني لحد ما الامور تهدأ اه بالنسبة للمتزوجين منكم انا شايف ان ان شاء الله العلاقة دي هتأخد مرحلة لقدام اه والامور هتزبط يعني بس اهم حاجة عشان الامور دي تزبط محتاجين ان انتو تحلوا برضو الخلافات اللي ما بينكم لانه من الواضح ان انتو برضو فيما بينكم خلافات كتيرة اه لكن هو الشخص ده برضو بيحبكم وعاوز ان هو يقرب بجهات النظر فحاولوا ان انتو تعملوا كده ممكن يكون الشخص ده من برج الحوت اه او من برج الدلو برج الطور برج السرطان برج الطور مرة تانية برج الحمل برج العقرب برج العقرب تاني وبرج القوس اه الطاقات اه نارية ومائية بس نارية ومائية اه بس طبعا مش ضروري ممكن يكون من اي طاقة ممكن يكون من اي برج اه اما على الصعيد العملي فاموركم ماشية تمام جدا يعني سكينة في الحلاوة ما شاء الله اه ممكن ما تكونش دلوقتي افضل شيء لكن انتو في خير كبير قوي مستخبلكم انتو مش متوقعينه اه في ناس يمكن هيجي لها ورس هيشتغلوا شغلانا اه تجيب لهم ضعف اللي كانوا بيشتغلوه حاجة كده يعني ده انت طلعلك ملكة النقود كمان شخصيا يعني ممكن انت يكون عندك شوية من الزعل بتحنل شغلك اللي كان في الماضي اه لكن انت ربنا هيعوضك بحاجة كبيرة قوي انت ما كنتش تحلم بيها ولا تتوقعها وشايف ان في خير كبير قوي هيجي لكم وفي كمان فلوس حلوة قوي وهتحققوا كمان رفاهية مادية كبيرة قوي ان شاء الله يعني وربنا هيفتح عليكم جامد ان شاء الله اما بالنسبة للوضع الصحي انا شايف ان في ناس منكم ممكن هتبقى روحانية على فكرة احتمال تكونوا انتو دي توقم شو علاك لان انتو في ناس منكم هتبقى روحانية وهيهتموا بالشاكرز بتاعتهم وهيفعلوا العين التالتة بتاعتهم وهيبقوا روحانيين قوي وممكن هتهتموا كمان بالعلوم الروحانية وكده لكن برضو في ناس منكم من ناحية الجسدية ممكن يكون في عندك ألم في الظهر أو في العين فاخدوا بالكم من الموضوع دي اوكي فده بالنسبة للقراءة العامة انا هعمل دلوقتي قراءة تانية القراءة دي تقدر ان انت تحط النية فيها على اي شخص سواء كان حبيب سابق حد قريبك حد صديق ايا كان مين هو الشخص ده حد انت تكون اخبار قطعت عنك تماما وانت ما تعرفش حاجة عن الشخص ده وعاوز تعرف مثلا هل في فرصة ان انتو ترجعوا وتتواصلوا مرة تانية هل الشخص ده بيفكر فيك ولا لا ايه احواله هل فعلا هيتم التواصل السنة دي ولا لا اوكي هل ستترك في القراءة افتوا في القراءة الىatur روحي على فكرة مش هيبقى تواصل فعلي الشخص ده هو بيرقبك على كل حيال لكن انتو في زعل ما بينكم ممكن يكون في تباعد في المسافات انتو متواصلين بس بالروح وفي ممكن مرقبة ما بينكم لكن مش هيكون تواصل يعني لا مش هيكون في تواصل لان كمان احتمال كبير يكون الشخص ده ساب البلد تماما ومش عايش معك في نفس البلد يعني ممكن هيحنلك وهيبقى عاوز يكلمك لكن ممكن في النصف الاخر من السنة برضو مش دلوقتي فدي كانت قرائتكم يا برج الدلو اتمنى انتو تقولولي رأيكم في القراءة اذا كانت انطبقت معاكم او لا ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد ايه طبعا يهميني ان انا عرف رأيكم كمان اللي لي اي اسئلة او اي استفسرات تحت الفيديو هيلائي وسائل التواصل الموجودة متشكر جدا ليكم يا برج الدلو وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق مع السلامة ترجمة نانسي قنقر